طيب نروح إلى أمواجه الثانوية العامة وما بعدها وإحنا طبعاً منتكلم دلاتي على مرحلة التنسيق النهاردة انطلقت المرحلة التانية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية لتنسيق الجامعات لسنة عشرين تلاتة وعشرين ومستمر الباب التسجيل للرغبات مفتوحاً لطلاب هذه المرحلة لحد مساء يوم السبت تسعة عشر أغسطس عدد الطلبة والطالبات اللي موجودين في هذه المرحلة التانية من التنسيق إجماليهم تلتمائة وخمسين ألف مية تلاتة وتلاتين طالب وطالبة منهم متين تسعة وخمسين ألف وربعمية خمسة واربعين الشعب العلمية وعندهم الحد الأدنى متين وخمسين درجة بنسبة مئوية ستين وتمانية وتسعين من مئة في المية وعندنا تسعين ألف وشتمية تمانية وتمانين طالب وطالبة بالشعب الأدبية بحد أدنى 238 درجة بنسبة مئوية 58.5% طيب عشان نذكرهم لو ما كنش متابعين معنا وإحنا منتكنب في التفاصيل واللي عنيتها وزارة التعليم العالي بخصوص الخطوات لتسجيل الرغبات وما إذا لذلك اللي اتكلمنا فيه مع إطلاق أو ما قبل إطلاق المرحلة الأولى نذكرهم مرة تانية بهذه الخطوات اللي موجودة قدهم على الشاشة عشان يتبعوها ويبقوا عارفين إيه اللي مفروض أنهم يعملوه جزء مهم جدا أنه هما يراعوا التقسيم الجغرافي ده جزء مهم الجزء التاني معلومة اللي عايزين نؤكد عليها أنه النهضة حضرتك أو حضرتك كطالبة دخلتوا سنجلتوا الرغبات عندكم من هنا لحد يوم السبت نهار يوم السبت غيروا بقى زي ما انتوا عايزين لكن حينما يغلق باب التسجيل في مساء يوم السبت 19 أغسطس آخر تعديل عملتوه هو اللي هيعتمد آخر تعديل أجريتموه هو اللي هيعتمد شكراً للمشاهدة